اشتركوا في القناة المؤكد اصابته في المملكة حالتين وبينت وزارة الصحة بانه يتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لفحص جميع الركاب القادمين من الدول الموبوءة ويتم نقلهم فورا للعلاج في حال ظهور اعراض الفيروس عليهم وتأكيد ذلك من خلال نتائج التحليل المعمول بها مختبريا وعزلهم في مركز ابراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية واشارت الوزارة الى ان المواطنة البحرينية المصابة قد وصلت الى البلاد بعد زيارة لايران برفقة زوجها واختي زوجها الذين رافقوها خلال الرحلة مؤكدة الوزارة انه تم نقل مرافق المصابة للعزل ايضا كاجراء احترازي بعد التأكد من عدم اصابتهم بالفيروس واوضحت الوزارة ان الخطة العامة والبروتوكولات الطبية لمكافحة فيروس كورونا تم وضعها بناء على الارشادات العالمية وارشادات مجلس الصحة الخليجي وحسب ما اوصت به منظمة الصحة العالمية ونوهت الوزارة بضرورة الالتزام بالارشادات التوعوية من خلال ضمان متابعة جميع القادمين من الدول المبوءة لمدة اربعة عشر يوما من قبل فريق متخصصين من الصحة العامة والاتصال بهم يوميا للتأكد من خلوهم من اي اعراض والتزامهم بارشادات العزل ونوهت وزارة الصحة انها تواصل التنسيق مع كافة الجهات المعنية في مملكة البحرين لاتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين والحفاظ على صحتهم بما في ذلك الفحص في المنافذ الرئيسية للبحرين واتخاذ جميع الاستعدادات الوقائية تماشيا مع الاجراءات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والمراكز العالمية الرئيسة لمكافحة الامراض ترجمة نانسي قنقر